أصدرت وزارة النقل بياناً إعلامياً بشأن حادث استضامة جرار بمؤخرة قطار رقم 1087 قطار نوم عربة القوى القادم من أسوان باتجاه القاهرة وذلك في المسافة بين أبو قرقاص والمينيا والذي أدى إلى سقوط عربة القوى وأشار بيان الوزارة إلى أن نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل كامل الوزير أكد أنه سيتم أحالة المتسببين عن الحادث سواء كانوا من السائقين أو ملاحظ الأبراج أو مهندس التشغيل أو رئيس المنطقة إلى النيابة العامة للتحقيق معهم ومحاسبتهم وأضاف البيان أن وزارة النقل ستتخذ الإجراءات القانونية والتأديبية المغلظة مع العناصر المهملة بكل حصم وأنها لم ولن تتسطر على أي متسبب بخطأه سواء كان هذا الخطأ ناشئا عن الإهمال أو الرعونة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر